وصلت وزارة الإسكان اتخاذ الاستعدادات اللازمة كفى لتوزيع الوحدات الإسكانية في مشروعي مدينة سلمان ومدينة شرق الحد وذلك ضمن جدول زمني لاستكمال عملية التوزيع قبل نهاية الشهر الجاري ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية وتنفيذنا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع ألفي وحدة سكنية على المواطنين الأمر الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة والتزامها بتوفير خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية انسجاما مع برنامجها العملي الرامي إلى إنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية تسهم في إنشاء المزيد من المشاريع الإسكانية وذلك بحسب خطة التعافي الاقتصادي اللي لقينا من توزيع البيوت سعادة للعوائل واللي شفناه في الوزارة من تسليم وثائق يوحي هناك اهتمام موجود من قبل القيادة متمثلة في سمو ولي العهد حفظه الله وسعادة الوزير والعاملين في الوزارة كل شكر للأخوان في الوزارة نشكر سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه التوجيهات الكريمة التي أسعدت شعب البحرين بتوزيع ما يقارب ألفين وحدة سكنية على المواطنين ولا ننسى دور وزارة الإسكان في القيام بهذه التوزيعات مبسوط جدا والله يطول عمر الملك ويوفقه إن شاء الله ويرزقه إن شاء الله وهذا مش مستغرب عليه أنا أشكر القيادة الرشيدة على حصولي على منحي الشقة التمليك والحمد لله وشكر ترب العالمين والله شعور ما ينوصف والله مستانس ومرتاح